لغاية امتى هنسكت على تجار المخدرات؟ لغاية امتى؟ أرجو من رئيس الجمهورية مشاكل كتير قوي عندك هتتحل لو بس عملت قرار جمهوري بتقول فيه من يتاجر في المخدرات يعدن في مدان عام ياه ياه دي 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 الكتب في التاريخ لأنها هيحصل بعديها تغير في البلد غير طبيعي غير طبيعي على كل المجالات على مجال الشغل على مجال الجواز محدش هيطلق مراته لأن مش هيبقى فيه الضرب ومش هيبقى فيه الإهانة ومش هيبقى فيه الحاجات الغريبة ياكل المشاكل اللي يا رايز بتتكلم فيها هتلاقيها تحلت بعد هذا القرار الجمهوري من الحاجات برضو اللي بتضايق قوي عندنا إن منظومة الفساد لسه موجودة في إيه؟ إن حتى لو إحنا بلد بقت حرة أو حتى لو إحنا بلد بقت ماشية صح أو الرقابة الإدارية بتمسك الناس المرتشين أو 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 وإن كل حد بقى عليه رقابة ما بقاش فيه زي زمان اللي هو سبهلالة كده لسه لغاية دلوقتي فيه ناس ماشية بمنظومة الفساد دي عشان خايفة جدا على كراسيها يعني إيه؟ يعني مش الوزير أو الدولة أو الرئيس هو اللي ماشي الحكاية كده لا الموظفين اللي بيشتغلوا من زمان اللي وغدين على منظومة الفساد وعدم الحرية وعدم الكلام لسه ماشيين على خطاهم هو هو تعالوا نشوفهم كنت فاكرة إن العصر بتاع إن الواحد لو فتح بقه يتوقف أو يتسجن أو نلفق له حاجة أو نرفده استأتي جدا ما سمعت حكاية الممرضة اللي تلعت تكلمت عن الأدوية حسب ما قريت يعني على السوشيال ميديا وتفاصل التاني يوم هل علاقة تفاصلها ده باللي قلته؟ ولا هي فعلاً اللي قلته ده هو اللي فصلها؟ هل إحنا ما زلنا في هذا العصر؟ في مسؤول يقدر يرفت حد عشان بيقول الحقيقة أو بيقول الواقع؟ دعوا نشوفهم بقه موسيقى ولي بقى أنا قريت حاجة كتير قوي على السوشيال ميديا وليه إيه الحكاية الحقيقة؟ أنا اسمي سيدة السيد محمد فايل وأنا بشتغل ممارضة في مستشفى عين شمس التخصص اللي حصل إن أنا ليه عمل في النقابي والسياسي وكده فدايماً بطلع عادي في الميديا من شيء طبيعي يعني فجئت كان في حد اتصل بي من قناة ويطلبوا مني إن أنا أطلع معيهم في الميديا عشان خطر أتكلم عن مشاكل الصحة في مصر بسفى عاما ومشاكل التمريد وكلام ده كله فقالت له ماشي فالمهم بالفعل رحت فعلاً للستوديو وجيت أتكلم معهم ولتوله ما أنا أتكلم عن كذا وكذا وكذا قالوا لي كلمة زي ما أنت عايزة ما فيش أي خطوط حمرة ليكي أنا في كلامي طول ما خلاص ماشي المهم بالفعل طلعت في الميديا وأتكلمت عن مشاكل الصحة والتمريد والمتسلزمات الأدوية بسفى عاما والأطباء والكلام ده كله وكان معانا في اللقاء كان أكثر من حد فيه حد من نقابة الأطباء دكتور خالد وفيه نقيب الصادلة الحكوميين وكان فيه رئيس الهيئة الطبية المستشفى معهد ناصر وكان فيه دكتور هشادية ثابت اللي هي كانت تتعاعده مجلس نوية بعد اللقاء كان يوم الخميس كان ستة عشر واحد بعدها يوم الجمعة بالليل رحت شغلة عندي تماما يوم السبت كان يوم أجازة عندي في الشغل لو رحت صغر جيت يوم اللي حد لقيت التلفونات بتشتغل كان التلفون بتاعي فصل فاشحنتوا هشوف مين الأرقام الغريبة اللي بتتصل بيا فلقيت رئيسة القسم عندي فوالله خير في حاجة ميس قالت لي ايوه انت بكرة الصبح يا سيدة بتطلع الفوق لي ميس وما تمشيش قبل ما تطلع لها فلت لها طب ليه ميس حضرتك تعرفي عنها هي عايزاني في ايه مسلا قيت لقو عارف عايزاك بخصوص اللقاء اللي طلعت فيه قلت لها طب ايه في حاجة قلت لي انت تعرفيهم ازاي وصلت لهم ازاي قلت لي عادي بانا دايما بطلع ورقم يكون عندهم اصلا من الاول لما عندهم ارقام تلفونياتي لان انا طلعت قبل كده مع محمود سعد في التلفزيون كنت مرشاها لمجلس النوب مرتين قريت لي طب يعني انت وانت كنت معي انا ساعة لما طلعت مع محمود سعد قلت له ايه انا طلعت في 2014 في النهار ايه اه في النهار في 2014 مع اصاز محمود سعد وكان عندي امل ساعتها فعلا ان ما طلعت مع ايه المشاكل تتحلزها ما طلعت مع اصاز محمود سعد والمشكلة اللي انا قتلت فيها كانت فيها كانت تحلت لي مشكلة التمليد اللي بيشغل 12 ساعة بجنيه وربع ده في الوحدات الصحية لغاية 2014 ان واحد يشغل بجنيه وربع دي كانت معزل عيب فتحلت لهم بقى يوضوا 15 جنيه بالنهار وخاقوا ايه و25 جنيه بالليه انتي طلعت عشان تحل اه عشان اتكلم واقول المشكلة واعرضها ونحل كلنا مع بعض يعني كالعادة يعني ما هنقال ايه الهدف ان انا اتكلم ووصل صوت الوسائل الاعلام هو انا هطلع عامل شو وخلاص انا عايزة حد يجي يقعد معي او هو حتى يجعره في المشكلة في حلة يعني مش عايزة يقعد معي ايه يقعد مع حدي تاني بس يحل المشكلة للاسف شديد فجأت لاتها بتقول لي طب وانتي يا سيدة مش لازم ان ما تيجي تطلع في الميديا والتلفزيون تاخد تصريح من جهة عملك الاول وتقول للرئيسة بتاعتك وتاخد اذن منها وهي تقولك على الخطوط العريضة التي تكلمي فيها قلت لها لا يمستمشي الكلام ده وبعدين اللقاء اه ده هي اللي بتقولك انا فجأت انها بتقولي الكلام ده في طبعا صعاك طبعا احرفة لوحد انا كده كده رايح الشغل يعني كان الكلام ده قبل ما راح الشغل فليتها بتقولي الكلام ده في التلفون قلت لي لا يمس ما فيش الكلام ده منها طلعت مجلس نواب وكد كذا وكذا وكذا وشرحت لها بقى اللي انا بعمله كله في العمل النقابي الزيز فراحت قايت لي ما فياش حاجة لما تيجي تتكلمي مع المشرفة بتاعتي وتقولي لها وهي الرئيسة بتاعتك وتغذي وتدي معها في الكلام وكلم ده في الحاجات دي وموضوع ده مفوش حاجة طلعا اولا اللقاء كان فجائي ما كانتش مترتبية وفعلا موضوعنا كانتش مترتبية فجأة كده في نفس اليوم قلولي الصبح بالليل في نفس اليوم معي وانا ما تلعت فوق قايت لك فصلتك يعني طلعت فوق كلمت معي عادي جدا وبرضو تنقشت معي وبرضو قالت لي نفس الكلام هم تطلعي لازم انت تاخدي تصريح الموظف لما ياخد يطلع في الميديا لازم ان ياخد تصريح من جهة عمل وعشان يتكلم فورتلها مفيش الكلام ده خلص مفيش لا فيه لايحة ولا في قنون بيقولي الكلام ده فيش قنون ابدا نقول ان انا عشان اطلع الكلمة عن الشأن اللي عام في مصر وبعدين ما اتكلم عن مستلزمات الطبية نقصها هي والأدوية في مصر بسفة عاملة ما هي منجودة وهي حاجة منجودة لكل الناس والحاجات دي قاموا بتحصل او بتحصل كل كلمة قلتها بتحصل او بتحصل وليلي بقى اي من شكلها وتعالوا نقعد نحلي مش ان انت يعني تقولي كده فراحة قايت لي طب خلاص ماشي ما قلت ليش بقى ان في مثلا فصل ولا في اي حاجة ولا اظهرت لي حتى اي نية من ايات الغدر يعني لو ممشيت بعد منها في نفس اليوم رحت اصهرت عادي كان يوم الاثنين ويوم الثلاث اصهرت عادي يومين الصهر بتاعي نبطي عادي يوم واحد اتنين انها كنت صهرونة بالليل ومشي يوم الاربع صبح احنا بنسلم المشرفة قبل ما نمشي لقيت راست العمليات بتقولي استاني يا سيدا شوية من تمشيش لوقتش فاولتلها في قاية الاستاني شوية ما خربوا كله من المكتب وحايت لي يا سيدا قصدر بقرار بفصلك عشان خطر موضوع وانت بتطلع في الميزيا وكده مين اللي اصدر ده قرار دانس ااكلي دكتور ده مدير الشؤون العلاجية في المستشفى هو يبقى الدراع لمين دكتور هو مدير عام المستشفى والله اصدر القرار بالفصل اطلعي دلوقتي بقى للشؤون الايه العامل ايه واشوفها يقولولك ايه اطلعت على طول الشؤون العامل زمي الفصل ده ينفع كده مش هزم سبب فالعاجة خالصة هو كده على طول قانون ولايحة بيدي لحق ان لو اي واحد ان هو يرفض اي حد كده من غير سبب لا طبعا انا اللي عقد الدهي كان على انا مضيعة على عقد قانون سبع واربعين اللي هو قانون العاملين بالدولة المدنيين بالدولة وبعدين لما اتغلاغ دلوقتي بقى فيه قانون الخدمة المدنية فالمفروض ان هو يقولي قبل منها مساء من شهرين شترمت في حد ولا قلت ان حد بيسرق او شترمت ولا شترمت ولا اي مش مشاكل عادية مش مشاكل كل الناس عارفاها على مستوى الجمهورية كلها وعارف ان في ازنة في الصحة كلها بصفة عامة تمام؟ وما فيش حتى في الكلام اي اساءة حتى المستشفى عن شمس كل اللي انا كلامته ممكن اكلمت فيه لما قلت له انت بتديني 15 جنيه بدل عدوى وتدفعني 25% في الكشف والاشعة والمعامل ده بيحصل في عن شمس انا المفروض ان انا اتعالج بالمجان اين كان كمعظف او اي حد في الدولة المفروض يتعالج بالمجان فانت ازاي بتدفعني 25% وانا كمان مقدم الخدمة الطبية يعني ازاي؟ طب انا لما انا مش هلاقي العلاج اعمل ايه؟ وانا هعالجي الناس ازاي وانا مريض نفسي دي كانت ازمة فعلا وموجودة فعلا في عين الشمس التخصصي ولا زلت قلتها بالاسم انا عين الشمس التخصصي لا موالتاش بالاسم انا كلمت بصفة عامة برضو ايش عين الشمس موالتش عين الشمس هما طلعتش وقلتلهم فصلتوني ليه قالولك ايه؟ طلعين لي قرار لحاجات العمل بها بس هما قالولي عشان خاطر طلعت في الميتش قرار مكتوب في ايه؟ قرار مكتوب ليه حاجة العمل لها بيها الحاجة العمل لها بالرغم انه احنا عمدنا نقص اصلا في التمريد يعني انت عندك فجأة اكتشفوا ان انت مش محتاجين لك عن 3 سنين شغط فجأة هو مش محتاج تمريد المفروض السنة دي انه هو كان عيني مش يرفدني ان بعد 3 سنين المفروض على حسب قانون الخدمة المدنية ان انت تعاين انا قعدت 3 سنين وشهرين وماشى في السنة الرابعة بتاع المراضي عشان انا اتكلمت في الشأن العمل في مصر بحاجة تخصي بلادي عشان خاطر ان انا اصلح من المنظومة الصحية بتاعتنا هنصلح طب حسب قاهر انتي ولا حسب ايه؟ طبعا انا زعلانك جدا طبعا مش متوقعنا ده يحصل لبلدي يعني يحصل هنا في مصر البلدي يعني هل انا المفروض ان انا اكتم واسكت وابقى شايف الغلط في المنظومة الصحية عندي واشوف اهلي وناسي بتاعبانين ويموتوا في المستشفيات واطلع اسقف واقول هاي برافو ده كل حاجة تمام يا رايز وكل حاجة زي الزفت تحت طب انا امتى هصلح من بلدي امتى مصر دي هتعلم اذا كنا احنا اللي بنيجي نتكلم ان مفروض تفتح باب حوار ان انت تتكلم تسيبي الناس تتكلم مش صحي ابدا ان هو يقفل باب الحوار وان حاربني في لقمي تعيشي في ريزقي دقاطع ريزقي يعني كنا دايما نقول ربنا ما يجعلنا من قطعيني الارزاء النهاردة انت بتحاربني في ريزقي دي انا كنت ده يثبتنا انا كنت مرشحة قبل كده مجلسنا يوفى 2015 ودي ورا انا الكرنيب بتاع جمعة عين شمس التخصوص ان انا كنت شغالة فيها اغطى مريض بمكافة انا كنت تراجوش في القرار ده ما تراجوش في القرار ما تراجوش في القرار وانتي ده ما يقولوا خلاص احنا مش محتاجينه ويرموكي في الشارع كده مفيش اي قانون يقول ان ده ما ينفعش يحسن لا فيه طبعا القانون ليه لوائه القانون بيرزمه بحاجات كتير طبعا هو ضرب ده كله بعرض الحقد يعني منصوص القانون حتى قانون الخدمة المدني كنت تعملي اي داي انا قدمت التصليم من رئيس الجامعة وهي لقيه روحت لرئيس الجامعة النه ردا لقيت هم حولوا الموضوع لدكتور عشان هو اللي بيت فيه بالرغم ان هو اللي اصلا فاصلني كانتش تروحي المكتب وزير الصحة ما هو عرفت ان القرار كان هو سبب من احد الناس ان هو كان بيكلمهم هو كان بيجميلهم هم مدير المستشفى بيجاملوا وزير الصحة انت بتجامله علي حسابه بيجاملوا في ايه؟ بيجاملوا على حساب المصري بيجاملوا في ايه اصل وزير الصحة مشاكل الصحة في مصر بقالها خمسين سنة مش الوزير هو لسبب فيها برضه الحلقة كانت عن فشل وزير الصحة تمام في ادارة الازمات في مصر في الادوية ومستلزامة الضباء موضوع اه عشان كده طب خلاص مانت هاي ده ايه؟ الادوية ده حاجة جديد الحلقة عن فشل وزير الصحة جلت يا سبدالي في الـ تبدالي موردة؟ مش من حق ان انا اتكلم واقول ان انت في ادوية نقصة فعلا انا عندي الادوية فعلا نقصة في كل حد حتى التأمين الصحي دلوقتي ان الناس اللي هما بيروحوا يصرفوا العلاج من التأمين الصحي يكونوا مايروحوا قولوا يقولوا العلاج مش موب في العادات حق الصيدليات كلها تمالية شامبوهات تروحي الصيدلية مفهاش مثلا انا شك انو وزير الصحة يبقى موفق على هانك الله اعلم ممكن يكونو قالولو مش محتاجينها مش عارف ايه لكن مش ممكن يكونو وزير الصحة يوافق ان واحدة تتفصل عشان اتكلمت ووزير الصحة دا فيه اللي اكبر منو برضا اتمنى ان يكون دا ما نخطبوه ما نخطبوه نشوف ياريت ياريت ان هو يسمع ليش نقدم سوء النية ممكن او يكون هو مش فهم او مش عارف يسمع الكلام داوا ويغيروا فعلا ويرجعني تاني من شغوله هو او رئيس الجامعة او حتى ده نفسهم مدين ومستشفى تمام ان هم يتراجعوا ويرجعوا لان انا عايز ارجع شغلي انا انا حبه لما كان فعلا انا تعلمت في عين شمس التخصوص لحاجات كتير جدا في العمليات المقالع عصاب والعزاب فانا حبه فعلا انا تعلمت منهم حاجات شغل انا نكستي افضل مكان مع المجروب بتاعي مع التمرد لان اشغلت في معين اوعوا تخافوا وفضلوا تكلموا بالحق اوعوا تخافوا على كارسيكو وعلى مناصبكو لان افتكروا ان اللي بيدي هو الله سبحانه وتعالى واللي بيرزق هو الله سبحانه وتعالى هتقول كلمة الحق وهيقفلك واحد عشان قلت كلمة الحق بس العبرة بالنهاية وفي الاخر لا يصح الا الصحيح وما فيش حد هيفضل مظلومة على طول هتلاقي ربنا عوضك في حاجة تانية على طول فاذا كان منظومة الفساد مازالت موجودة وناس خايفة على كارسيها ولسه بتعاقب اللي هيتكلم او هيقول انا عايزة اقولكم ان فيه ده كترة جبار جدا ابقى مثلا عايزة انا يطلعوا يشخصوا حالة على التليفزيون بقى لأ اخاف من رئيس الجامعة ليقول ان انا اتكلمت ناس فبريش اساد زكبار بقى لأ اخاف من الدكتور فتح الخضير ليكلمني يقول لي انت قلت ولا عملت ولا طلعت في الاعلام من جرئ إذن يعني انا افهم مثلا وما حد يجي يقولي ان ظابط جيش او ظابط داخلية ممنوع يطلع في الاعلام من جرئ إذن لكن دكتور ليه انا متأكدة ان احنا هنفضل ورا الفساد لغاية ما نقضي علي واللي ها يعمل خير هيلقي خير ولا مديرك ولا حماتك ولا زنيء ولا اي حد خالص هو ربنا بس واللي بيعمل خير بيلايه خير تعالوا نروح لفاصل معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة